أول شيء كان بيصلي من أجل الاستنارة الروحية طبعا في الروح يقول الكتاب المقدس الإنسان الطبيعي لا يفهم ما لروح الله فنحتاج إلى الاستنارة الروحية بواسطة الروح القدس هذا الروح هو روح الإعلان إعلان الحق وإعلان الحق في الكلمة كلمة الله وهذا أحبائي يعني بيتكلم عن التدرب عن أسلوب حياة حتى نتدرب على الحق مش بس بنسلك في الحق لكن نتدرب على الحق لأن يسوع المسيح هو الحق والروح القدس هو روح الحق فنحن نعكس هذا الحق في حياتنا ومن خلالنا أيضا فصلى من أجل هذه الكنيسة حتى يكون عندهم هذه الاستنارة الروحية ثم شيء تاني هذه الاستنارة تأتي طبعا من القلب مستنيرة عيون أذهانكم بيتكلم عن القلب الداخلي أي الإنسان الداخلي أو الإنسان الباطني والقلب هنا مش مجرد بيتكلم عن شيء خارجي لكن بيتكلم عن مركز متكامل مركز العواطف ومركز طبعا المعرفة والفكر وأيضا مركز الإرادة فهم يتكلم عن أسلوب ونمط حياة كما أنه القلب يعني كما أنه الإنسان بيسمع أيضا الإنسان من ناحية روحية بيسمع ومن ناحية روحية بيشوف لهم عيون ولا يبصرون فالمسيح كان يفتح العيون وكان يفتح البصيرة الروحية حتى ننظر إلى موراء المنظور يعني يكون في نظرة روحية في حياتنا فالاستنارة أحبائي تأتي من القلب مستنيرة عيون أذهانكم هم يتكلم عن تجاوب مع الروح القدس مع صوت الرب وهذه المعرفة هي بكل بساطة أن يعرف الله وهي بتتكلم عن المعرفة المثلة والمعرفة العليا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر